وبنوزع زي الحمص والفول لمحمرة الحلبية بأسرارها السرية متخيلها مع صحي الكباب بدي أجربها لأول مرة اليوم بدي كاسة كبيرة ونص كاسة كاسة كبيرة دبس فليفلة بدي نص كاسة بندورة هاي الصلصة نص كاسة مية وبقلبهم الحركة هده عشان نخلط الفليفلة مع البندورة ويجانس تعمل أشياء المتشابهة بس تعطيني هذا القوام بدي عليها نص كاسة بوغوسمات أو جرشلة مطحونة كاعة مطحون كسكس مفتول لا بلاش مفتول بس الطريقة الحلبية والله أعلم طبعا محدش يزعل الحلبين حبايبي بديش أزعيلهم بس يعني أنا بدي حاول أعتقد أنه بوغوسمات أو كاعة مطحون فعندي هذا الياباني تبع الجنبري هاي نص كاسة مليانة زي هيك وبحرك لما سيقوامة زي هيك هلقيت على السريع بدي بصلة بدل ما أقطعها وخليني أبرشها وهلقيت بدي نص كاسة جوز ولو قلكو الجوز بدون كاسة قد ما بدي بحط بفر مناعم كتير برجع على خليط الفلفلة بنزل عليها البصل وبنزل الجوز كاسة مليانة من دبس الرمان هذا المكون مش غريب بالعكس دبس الرمان لذيذ في المحمرة أزكي إيشة في الدنيا يا جماعة الخير دبس الرمان أو الإيشة اللي اختراعته مؤخرا بعدين بأحكي لكم عنه وهي نص كاسة بدي بس رمان بغسلها عشان أحط نص كاسة من المكون الغريب بالنسبة لي اللي أنا استغربت جدا منه بس لإني بحبه بحب أحطه في كل إشي الطحينة نص كاسة كاسة من زيت الزيتون البكر الممتاز اللذيذ ممكن تحطه نص كاسة وتكمله بعدين ولكن أنا بقول حطه كاسة كاملة على الأقل بدي مالعجة صغيرة مليانة كامون بدي مالعجة صغيرة مليانة شطة حمرة فليكس دي بس الفليف لو البندورة فيهم ملح فبتناش نكتر ملح هاي مالعجة صغيرة مليانة ملح البحر من اللذيذ الرائع أنا من عندي بدي رشة فلفل أسود لا أعتقد أنه حدا بيحط هذا المكون ولكن أنا بحبه مع الملح الشكلة مش باين هالجيت هالجيت بس نخلطها بتباين معنا بس هالجيت لحتى الآن طبيعية بس اللي مش طبيعي بدنحط عليها جهوة بن مطحون وهذا المكون أنا استغربت منه على أساسه أنا جاي أجرب الوصفة ملعجة صغيرة مليانة بن مطحون بس مش عارف بالهيل ولا بدون هيل أنا شايف الموضوع غير منطقي بس بنفس الوقت بعرف أنه حباب العراقيين بحطوا ملعجة بن على حشوة الدلمة فبطلت مستغرب أنا بسمع بطلت أستغرب من أي حاجة هالأيام خلاص المهم أجرب وأشوف بنفسي ملعجة بن حسسها جليلة على هاد الكمية خلينا نحط ملعج كبيرة أو ملعجتين صغار ملينين شكلها مش لطيف هالجايت بس نخلطها بتبين بديكون لونها جاية على بن شوي يعني أحمر على بني عشان الجهوة دي بس الرمان هذا القوام اللي بدي إياه يا الله على الريحة يا الله وبنوزع زي الحمص والفول وضربه في النص طلي حبتين تلاتة جوز في النص دي هيك وبرضه بننزل زيت لأنه الزيت مش لازم يوقف دايما لازم نحط زيت بزيادة وهيك بصير عنا أطيب مقبل إيش مفرد مقبلات مقبلة أفضل صحن مقبلات في العالم إشي من الآخر بسم الله الله متخيلها مع صحن الكباب لسه طالع عن الفحم مالحة شوية أنا كترت ملح المالح حطوا ملعة صغيرة مسح مش ماليانة أو بدون ملح دوجه وبعدها مضيفه إذا بدون بدي أرجوس من حلوتها يريتني شووت كباب على سيريز بدي أرجوس إيش المصيقة اللي خطرت عبالكو خلص صرت بدي شوى كباب هالجيل مش عارف في الأحمل في الفريزر ولا لأ عبايبنا اللازم ملاحظ اللازم شكرا